جئت على المعرض لأنني ابني درس الصغير في تركيا وطبعاً دراسة التاريخ في تركيا تختلف عن دراسة التاريخ في الدول العربية فتقدت جداً على تاريخ الدولة الأموية العباسية فتح الأندلس الدولة الأموية بالأندلس الدولة الأيوبية الفاطمية يعني في فجوة عند ابني لاحظت بالتاريخ فحبيت أشوف بمعرض الكتاب أشياء كتب مختصرة يستطيع قراءته للتعرف على الخلفاء والدول والتاريخ الإسلامي حقيقة الشغلة الثانية اللي بتلفت نظري وبتمنى أنه يكون في عمل جماعي فيها هو ضعف اللغة العربية عند الأجيال اللي انتقلت للعيش في تركيا لأي سبب من الأسباب السوريين، اليمنيين، المصريين كل الأطفال اللي يدرسون في المدارس الحكومية التركية فجزاهم الله خير، لكن اللغة الأم ضعفت عند الأطفال فعندي صديقة هي دكتورة أدب عربي ولكنها تركية في جامعة إسطنبول أخبرتني عن تجربتهم بألمانيا أن الطفل يحتاج طبعا للغة اللي سيعيش فيها في البلد الألمانية لكن يجب أن لا تضيع اللغة الأم فما بالكم باللغة العربية لغتكم لغات القرآن فطبعا وجود منصات يسجلوا أولادهم بالمنصات لكن صراحة هذه المنصات ما هي شيء عملي أبدا وأطفال يعني تعرفت على جيل بيقرأ وصاروا القرآن بالأحرف اللاتينية أصبحوا عجب مع أنه لسه الجيل الأول هذا في تركيا فالضعف هذا الشديد عبد فعلا يعني بحب بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه نفتح مراكز لتعليم اللغة العربية مو فقط قراءة القرآن لأ اللغة العربية بالنحو بالكتابة بالأدب بتاريخها منذ الصغر وحتى بالأعمار حتى لو ثنوية ده يعني مثلا بالسبت أو الأحد يفتح هذا المركز يلتحقوا فيه الأطفال يلتحق فيه المراهقين حتى الكبار بدأت تضيع اللغة واتمنى يعني التجربة التركية اللي عملوها بألمانيا أن نحافظوا على لغتهم نحافظ نحن كمان على لغتنا لو نحن لغتنا لغة القرآن